في المدينة التاريخية فالنيس، أحد أكبر وأعرق الأحياء في العصور الوسطى لأوروبا، حالة غير مسبوقة من الاستنفار الأمني والعسكري عشية استضافة قمة حلف شمال الأطلسي النيتو. فالنيس، عاصمة ليتوانيا، باتت ثكنة عسكرية محصنة استعداداً للقمة التي يشارك فيها زعماء وقادة أربعين دولة، حيث نشرت دول الحلف ألف جندي من 16 دولة عضواً بالحلف حول مقر استضافة فعاليات القمة. الأمر لم يقتصر على الانتشار الأمني للأفراد، بل استغل النيتو القمة لاستعراض قوته وإمكانياته العسكرية عبر نشر 12 بطارية صواريخ باتريت الأمريكية وصواريخ كروز وغيرها من الأسلحة الدفاعية بأنحاء العاصمة اللتوانية، لسيما على أطراف المدينة والتي تبعد نحو 30 كيلو متراً عن حدود بيلاروسيا. كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق ومن بينهم لتوانيا مضيفة القمة. هو ضرب من الجنون وشيء أكبر من مجرد تصرف غير مسؤول. هكذا وصف جيتاناس نوسيدا رئيس لتوانيا المشهد في بلاده حال ترك أجواء لتوانيا بلا حماية من قبل أعضاء النيتو مع حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من زعماء دول أوروبية وغربية. قوات عمليات خاصة معززة بطائرات هليكوبتر. فرق مجهزة بمستلزمات للتعامل مع أي هجمات كيميائية وبايولوجية وإشعاعية ونووية محتملة. قوات شرطة إضافية من إسبانيا وألمانيا حرسوا الحدود على طول امتداد حدود لتوانيا. استعدادات وكأن طبول الحرب تقرع من جديد. دبلوماسيون داخل حلف النيتو كشفوا عن أن حجم الاستنفار الأمني في قمة هذا العام يعد رد فعل طبيعي وتأمينا استباقيا تحسبا لأي استفزازات أو تهديدات في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا من جانب وتنامي المخاوف من عناصر مجموعة فاغنر الروسية التي تضاربت الأنباء بشأن انتقالها إلى بيلاروسيا. وبحجم الاستنفار واستعراض القوة تفرض ملفات أمنية ودفاعية نفسها بقوة على طاولة القمة والتي يعتبرها قادة الحلف جميعها رسائل مباشرة إلى روسيا.